سألني الأخ سالم الحمد يقول ما هو تعليقك على وصية الإمام علي أعتقد أن لك أجر المؤمنين الذين عذبهم كفار قريش والله أعلم يا شيخ أرجو أن تعلق على هذه الوصية لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه والوصية موجودة في كتاب الكافي للكليني جزء سبعة صفحة تسعة وأربعين أي واحد ممكن راجع الوصية وهي وصية معروفة وقد راجعتها أنا أيضا وهي في الحقيقة يرويها الكليني عن طريق الثقات واحد واحد يجيبهم هو أن هناك وصيتين للإمام علي إحداهما خاصة في شؤونه أمواله الخاصة والأخرى عامة في آخر حياتي عندما ضرب بعد ما قريب ما يستشهد الإمام أوصاب هذه الوصية العامة وهما الوصيتان تخلوان من الإشارة حتى إشارة بسيطة تخلوان من الإشارة إلى نظرية الإمامة الإلهية والنص عليها والأصمة والسلالة وفي أبناء الحسين وفي أبناء كذا أصلا ما كانت معروفة عند إمام علي ولا عند أهل البيت ولم تتعرضان هذه الوصيتان لم تتعرض لأي من نظريات الغلاة المثالية الخيالية العقيمة التي أدخلوها في التشيع وخربوا وشيعوا والتشيعوا بالحقيقة بالتعليم فهنا يقول الكليني عن أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي بسم الله الرحمن الرحيم قل نقرأ الوصية هذه ونشوف شنو كان الجو ذي كل أيام يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليوليجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن ما كان لي من مال بينبع منطقة غرب السعودية غرب الحجاز يعرف لي فيها وما حولها كلها صدقة ورقيقها أيضا غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا أتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالية يعملون في المال خمس حجج يعني خمس سنوات ويتحررون الرحون وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى أيضا عند مزرع هناك كله من مال لبني فاطمة ورقيقها صدقة وهذا عندما الإمام يعني تولى الخلافة وسار نحو العراق في الطريق في مسكن منطقة اسم مسكن كتب هذه وصية بيده وقال أنه صدق بأمواله يعني ومع ذلك وما كان لي بديمة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه ده يوصل إلى بعض العبيد اللي كان عنده وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة والفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله وأن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة منطقة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهي وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب العشيرة الكبيرة يعني والقريب والبعيد فإنه يقوم على ذلك ستشوفوا هنا الكلام المهم بالوصية فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف باعتبار مدير هذه الأوقاف يأكل بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء الله ولا حرج عليه فيه وإن شاء جعله سراء الملك أو الملك وإن ولد علي مواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي هو يصرر فيهم يقرر فيهم يعني وإن كان الدار الحسن بن علي غير دار الصدقة إذا عنده بيت آخر فبدأ له أن يبيعها فليبيع إن شاء لا حرج عليه فيه وإن باعه فإنه يقسم ثمنها ثلاث أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب يعني أخص هؤلاء فإنه وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله بعد هنا الأشياء المهمة الدقيقة يعني وإن حدث بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى الحسين بن علي هو يصرف هو يكون مدير يعني وإن حسين يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن يعني يأكل بالمعروف وعليه مثل الذي على الحسن وإن لبني أو في رواية أخرى ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي وإني وإنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز وجل وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمهما وتشريفهما ورضاهما وإن حدث بحسن وحسين وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي يشوف هو يشوف يعني في مصلحة بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء الله عندما يريد يموت مثلا يوصل لواحد آخر من أبناء المام علي وإن لم يرى فيهم بعض الذي يريده يعني ما شاف واحد صالح وقادر وكفوء لإدارة هذه الأموال والصدقات وإن لم يرى فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به آل أبي طالب يعني أبناء عقيل وأبناء جعفر من ذلك مو إلا شرط من أبنائي أنا فالإمام ما كان في فكرة أنه حتماً راح يجون سلالة معصومون متحرون هم أئمة من الله ما كان الإمام يعرف هذا الشيء فلذلك يقول إذا أنت ما شفت واحد صالح وديه الواحد من آل أبي طالب فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراءهم وذو آرائهم الناس الأقال الحكماء فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم خلي وسع الدائرة يروح من بني هاشم أي واحد من بني هاشم رجال خوش عدمي يوصيه حتى يدير هذه الصدقات وأنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذو الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد هذا ينفق فيها الناس دولة يعني لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث وإن مال محمد بن علي على ناحيته هذا ابن بالحنفية يعني وهو إلى ابني فاطمة وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي أتقى الرقيق كلهم أتقى أيضا هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يومي قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ولا يحل الامرء المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد لاحظتوا كيف يعني الدائرة اللي أنه ممكن أبناء علي ما يكون واحد بعد بعد حسن من الحسين أو كذا واحد صالح وكفوق وقادر روحوا إلى آل أبي طالب مو آل أبي طالب روحوا إلى بني هاشم ثم أيضا يتحدث الإمام عن ولائده يعني الإماء اللي كان عنده اللائد يطوف عليهم السبعة عشر من أمهات الأولاد والإماء أيضا دني كلهم يعتقن الإمام عليه إما باعتبار أمهات ولد أو معهده ولد أيضا تعتق هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قديم مسكن شهد أبو سمرة ابن بره وصعصع ابن صوحان ويزيد ابن قيس وهياج ابن أبي هياج وكتب علي ابن أبي طالب بيده لعشر خلونة من جماد الأولى سنة سبع وثلاثين لاحظتوا كيف يعني شوف الثقافة الموجودة عندي أو الفكر الموجود أنه طيب إذا كان هو يعرف راح يجيون قائمة من أولاده ومن أبناء الحسين فقط كان قال هذا أموالي وصدقاتي حطوها للحسين وابن حسين زين العابدين وإلى محمد الباكر وجعفر الصادق وموسى الكاظم هذا الوصية موسى الكاظم يقدمها مروية عن الإمام موسى الكاظم وما فيها أي إشارة لا موسى الكاظم ولا جعفر الصادق ولا محمد الباكر ولا زين العابدين فلاحظوا يعني نستفيد من أدها أنه نظرية الإمامة أيضا ما كان موجودة ترجمة نانسي قنقر